السلام عليكم إخوة الأحبة في وطننا الإسلامي الكبير ورحمة الله وبركاته دارت قؤوس الحب للعشاق فالقلب نار والعيون سواقي كل على ليلاه أضناه الهوى وأنا الهوى بمحمد ترياقي إن مر طيف محمد في خاطري هاجت بحار الحب في أعماقي شوق إلى ذكر الحبيب يهزني فلتسقني من كأسه يا ساقي أنا لو بقيت الدهرة أبكي أحمدا ما جف زمزم دمعي الدفاقي أنا في هواه متيم متطرف حد الهيام فما أطيق فراقي لما عرفت حبيب رب المصطفى صارت صلاتي عدتي وبراقي فالله صلى والملائكة اقتدد فاهتز كل الكون بالأشواق والكون قلب بالمحبة نابض شوقا لأحمدا قبلة العشاق بابن الذبيحين الذي ملأ الدنا بالذكر والنور الكريم الباقي نسب نسب أطل على الوجود مشرفا من قمة الأنساب والأعراق أنت الإمام على الأئمة كلهم في ساحة الأقصى بخير رفاقي يا سيدي يا سيدي ماذا أقول لثلة راحت تبثت السم بالأبواق تعوي كما تعوي الذئاب خسيسة فيجيب بالأمة أهل نعاق هيهات هيهات يطفأ نور شمس محمد بفحيح أفعى أو ببعض نعاق سفراءنا ذهبوا للوم زعيمهم فأبى الخروج لهم على الإطلاق أنا لا ألوم زعيمهم فلعله متربص في عدة لطلاق أفمن ينشأ بالحلى متقلدا عقد النساء يلوح بالأعناق أو لا بكن بيوتكن وطاعة للزوج في ود وطول عناق وتركن أعمال الرجال لأهلها وقنعنا بالخدور واسكروا بالأطباق فاخسأوا أعداء الله ليس مكانكم بين الرجال بحلبة وسباق إخوة الأحبة كل عام ونحن جميعا من الله أحب وأقرب وأهل علينا من ديم حبيبنا المصطفى صلى الله عليه وسلم زاد ومشرب وأقامنا واصطفانا لأمره كما يحب ربنا ويرغب وغفر لنا ما قدمنا من سابق أعوامنا من ذنوب وتخاذل ومهرب وجعل لنا في عامنا هذا من صالحين ومسجونين ومهجرين فرج ونصر مؤذر ومخرج يا شباب علينا أن نعلم في بداية عام 2024 بعد أصول وبعد منابع راسخة قوامها الله ورسول منطلقا وسلوكا وغاية هذا لمين يا شباب فقط لمن أراد الحق اليقين المطلق القطع الواضح الواقعي اللي لا جدال فيه المستند لله ورسوله والتاريخ والتجارب دون هوى وظنون وتنطع وفلسفة فارغة من البرهان البين الراسخ أولا يا شباب النصر والتغيير والتمكين الحقيقي لغزة خاصة والأمة عامة يكون من الله المرتكز على نهج الحبيب صلى الله عليه وسلم فلا نصر وتغيير وتمكين دون التقدم لله بنهج رسوله المصطفى صلى الله عليه وسلم كبداية وسلوك وهدف بدءا من النفس إلى الدوائر المحيطة إلى الدوائر الأكبر ليتولى أمرنا الصالحون وأولياء الله ومن هنا البداية ولا غير دائما وأبدا يا شباب هذا أولا ثانيا وحدة المسلمين على ربهم ورسولهم ثم الصالحون منهم على ما يرتضيه ويحبه الله ورسوله دون هوا وتزكية النفس تسبق نهضتهم وتبدل حالهم لا بد يا شباب قبل النهضة والتغيير والتقدم الوحدة 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 على أمر الله ورسوله وهذا الأمر يا شباب ارجعوا للتاريخ وارجعوا للآيات وارجعوا للأحاديث وارجعوا للواقع لا يمكن قبل النهضة والتغيير إلا إنها تكون الوحدة طيب بأي ثمن لا على ما يرتضيه ويحبه الله ورسوله أو تصبح الوحدة علينا لا لنا هذه قواعد لا يمكن الجدال فيها يا شباب الآن يجب إنها تكون واضحة لعامة المسلمين ثالثا حيثما ظهر رسول الله صلى الله عليه وسلم بمنظره المعصوم كما جاء في السنة وبشكل وضرف وتواتر وحال لا ريب فيه يكون هناك الجمع والاستقطاب والتسليم والمقياس والميزان والتجديد المستند والموافق لمنهج الله ورسوله كقطب الأقطاب سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم فورا فورا يا شباب فورا ودون تأخير ما يأخركم الشيطان ووساوس الشياطين والهوى عن الحق البين المبين الواضح فمثل ما احنا شايفين يا شباب الأضواء الآن على غزة أرضا والأضواء على الكتاب سماء وعلوا كأصل لغزة والكل تابع له بعموم الأمة حيثما كان الحبيب يا شباب هون هو الأصل وهون هو الجمع وهون يكون النظر ولو كانت الأضواء مثل كثير من الأحداث مش بس غزة دائما وأبدا عندما يأتي الأصل الفرع يتبعه لما يحضر الماء يبطل التيمم تلقائيا يا شباب فحيثما كان الحبيب صلى الله عليه وسلم هون يكون الاتباع والسمع والطاعة والوحدة فورا وهون تكون الأضواء والاتجاه لهذا يا شباب لما نلاحظ أن الحبيب بيهتم بهذا الأمر أكثر من غيره فعشان هيك حتى لاحظوا أنت الحلقات البيان ما بتحكي عن غزة وبتحكي عن الواقع ولكن نظر الله ورسوله لهذا الأمر أعظم كأصل يا شباب يهدم القواعد من أصلها أكثر مما نراه وبيني وبينكم يا شباب اللي خلاني أتفائل كثير مسألة المقاومة بغزة والمجاهدين وتوافقهم مع الكتاب هذا مثل ملاحظة بعض الشباب موافقة المجاهدين بغزة مع الكتاب أولا من حيث منبعا وانطلاقا كتاريخ يعني اتفاجأت جدا يا شباب وحكيتها من قبل انه سبحان الله صرح الحبيب الملثم انه بلشنا التخطيط في أول ليلة في 22 وكان هاي أول ليلة في إعلان الكتاب لأنه احنا بنقيس كل شيء يا شباب على الحبيب صلى الله عليه وسلم كمقياس وكل شيء وكأصل الحبيب صلى الله عليه وسلم بعدين اذا بتلاحظوا يا شباب نية المجاهدين والمقاومة يعني لاحظنا كذا فيديو مما خلاني أن تعش يا شباب وانا قاعد بسمع أحد المجاهدين قبل ما يطلق على الدبابة بيحكي اللهم انك تعلم ما خرجنا إلا لوجهك الكريم وحبا فيك بما معنى كلام فوفقنا فأصاب الهدف ولاحظنا يا شباب بنفس الوقت المجاهد الساجد اللي تحامل على حاله مع أنه في الأصل المفروض للمنصاب بظهره بيقع على ظهره ولكن اتطلعوا انتو العقلية والتربية يا شباب والهمة مزق أمعاء تقريبا عشان يصل للسجود لله كان هذا هو أهم من هون يا شباب يأتي النصر مثل ما سمعنا من قبل عن صلاح الدين لما كان بده يجابه كان أول شي وحد وبعدين قبل المعارك كان يتفقد الخيام حيث لما يشوف قارئين القرآن وقيام الليل والذاكرين والمصلين على الحبيب صلى الله عليه وسلم فقال من هنا يأتي النصر واضح جدا يا شباب ولما يلاقي قوم النيام عن صلاة الفجر وعن غيره قوم النيام انتسلوا عنه بالحلم فقال من هنا تأتي الهزيمة حتى نعرف حالنا يا شباب حتى نعرف وضعنا وما نظل في أوهام فهذه يا شباب من المبشرات لما يقوم المقاومين ومن في المقدمة لله مثل يا شباب محاور الكتاب يعني ماشيين معه مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فبالله عليكم قارنوا يا شباب هذه التربية الخاصة في أبناء غزة وشباب غزة والمقاومة وترى على طرف نقيض تجد في بعض الشباب زي في بلاد الحرمين يتراقصوا في موسم بليس هذا وبتلاقي على الطرف كمان بتلاقي حوالين والله أطول برج في العالم الناس بتصوروا بتلعب وأخوانها قاعدين يقطعوا أشلاء دفاعا عن الله ورسوله والمقدسات والأمة حتى نعرف الفرق ولا حوله ولا قوته إلا بالله واتطلعوا انتوا الشعرات اللي يتكلم فيها الكتاب والمواقف مثلا بتلاقي الحلقة بتحكي عن ادخلوا عليهم الباب فإذا دخلتم وفإنكم غالبون الثاني يوم بتلاقي الشعار ودخلوا عليهم الباب يعني كثير لاحظنا في توافق في هذه المسألة وأيضا لاحظوا توقيت كلمات أبو عبيدة بتيجي يوم الخميس مع حلقة الكتاب وبنفس التوقيت كثير من الأحيان كانت مثل هي وأيضا الكلام اللي يتحدث فيه هو كلام المرضي عنه من الله ورسوله يعني فيه تزان وفيه موافقة وفيه مطابقة لما يتحدث به الكتاب من رسول الله صلى الله عليه وسلم وهذا يدل يا شباب على إن المنبأ والنور يخرجان من مشكا واحدة أصلها الحبيب صلى الله عليه وسلم وإن كان فيه طرف لا يعلم والله يا شباب هذه الأيام لدرجة يعني من قوة المواقف والتعليم الشديد كأنه المكلف لا يذهب لينام كأنه يذهب إلى عند رسول الله صلى الله عليه وسلم والأنبياء والصحابة من قوة التغيرات والذي يجري في هذا الوقت خاصة المجابهة قائمة بين الكفر وأهله والإيمان وأهله يعني من سنين يا شباب ما صار مثل هذا إنه مثلا بده يجيك تعليم جديد يا شباب إنه لا مش من محلك على الأرض إنه اصعد لإنه فيخترق الأجواء ويخترق الغيوم بمنظر رهيب يا شباب يخترق يخترق الغيوم فبيصعد فبيصير فوق الغيوم من السماء يكون الحديث هذه الأيام أغلبه يكون هناك مش على الأرض كأنه المشهد اللي يحدث الآن مشهد رباني فيخترق كل شيء فمن هناك يكون المشهد فمن ضمن المشاهد يا شباب اللي هذا اللي بحكي لكو ياه اللي هو من الأسبوع هذا اللي إحنا فيه لاحظوا أنتوا التفاعل كيف والأمر كيف من ضمن المشاهد هاي اللي استمرت من ثلث لأربعة أيام يعني رؤية عبر مشاهد إنها تضل ثلث أو أربعة أيام وفي هذاك المكان لاحظوا أنتوا يعلموا المكلف أن ما يحدث في الأرض اليوم هي من سنن رب العالمين المكررة ولكن يا شباب بصور مختلفة بمقامات مختلفة مثلا جاء منظر الحبيب صلى الله عليه وسلم في حادثة لما اختلف الكفار من سيضع الحجر الأسود واختلفت القبائل فقالوا أول واحد يدخل فكان الحبيب صلى الله عليه وسلم الصادق الأمين ففرد ثوب الحبيب صلى الله عليه وسلم وحكالهم امسكوا كل ياتكم وفي الأخير كان الحبيب صلى الله عليه وسلم بيده الشريفة من وضع الحجر الأسود في الكعبة ليكتمل البناء والمشهد الآن بصور مختلفة في طواعف في المسلمين وفي أحزاب وفي مدارس والاختلاف شديد يعني طيب من سيصلح لهذا اختار رب العالمين يا شباب أن يكون الحبيب صلى الله عليه وسلم هو من يمسك زمام المبادرة فيمسك الآن مثل المنظر تكرر يا شباب أن الكل يأتي إلى الكتاب فيمسكه أطراف هذا الثوب والحبيب صلى الله عليه وسلم هو من سيقود المشهد بذاته المحمدية صلى الله عليه وسلم يعني تكرر المشهد هذاك أنت ترى في السماء ولا يكون المشهد إلا بهذا الجمع على رسول الله صلى الله عليه وسلم يا شباب غير هيك واقعا لا يمكن نسلم لبعض لا يمكن للمسلمين أنهم يجتمعوا أو يسلموا لبعض إلا أنه يكون أمر مثل هذا كبير يكون منبعه موثوق من رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن المشاهد العظيمة في هذه الرؤية الكبيرة اللي حكينا لكم توالت لأيام يعني الفقير قاعد بحكي للعلماء وبخاطبهم وبحدث فيهم ولكن كنت معص به وأصرخ إنه لو بلشت معانا من حد ما بلش الكتاب والله الأمر اختلف وقاعد بصرخ يعني رسول الله ما حدا فيكم لحد الحين يتقص ولا يسأل ولا يأتي على الباب ولا إنه يتحدث بهذا هل رسول الله بده يستنى يشوف فاضين ولا مش فاضين ولا مشغولين ولا إيش الحال يعني هالرسول الله سيعطي أمره لواحد من العلماء إنه يكون على الهوى ولا فاضي ولا مش فاضي إنه يكون هذا مش من أولويات إنه يترك الدنيا بما فيها كرامة لرسول الله صلى الله عليه وسلم فإذا ما كنت على هذا المستوى لن يأتيكم هذا الأمر ولن تتفاعل معه أصلا فالفقير قاعد أصرخ إنه الحبيب يقول مثل ما حكيت لكم يا شباب أخلب الليالي رسول الله يقول لكم رسول الله يقول لكم والله يا شباب من قوتها بقوم هي تتردد صداها فذان إنه رسول الله يقول لكم هذه الأيام طلعوا لأي مستوى والعلماء أسفي علي سمع وما بدي أسيء الضم مش عارف إذا وصل للجميع ولا لا ما عندي إخبار بهذا وجزم بهذا حتى ما نذله هذا المشهد وهو لوم ممن يحمل الكتاب وقاعد بيحكي لهم إنه رسول الله يحدث رسول الله يقول طلعوا يا شباب فجأة بمنظر والله يا شباب ما أنا متمارك حالي هسا وأنا بحكي لكم تقشعر له الأبدان والله يا شباب والمكلف يتحدث معهم فخرج الحبيب صلى الله عليه وسلم من ظهره يعني من خلفه وأشار للمكلف بيده اليسرى إنه يعني خلص أنا سأتحدث معهم وبلش الحبيب صلى الله عليه وسلم يتكلم في الأمة عامة وفي العلماء خاصة يقولهم أنا النبي لا كذب أنا ابن عبد المطلب يعد فيها أنا النبي لا كذب أنا ابن عبد المطلب أنا النبي لا كذب أنا ابن عبد المطلب ويتحدث عن هذا الأمر بعد ما اختفى المكلف كليا طلعوا يا شباب إحنا وصلنا رسول الله لأي حد هذا بعد سنتين من البيان والأمر اللي لا يكاد الآن يتشكك فيه أو إنه يعرض عنه إلا جاهل ونيته فيها شيء لله ورسوله أو إنه ما بده أصلا هذا الأمر كليا إنه تكون الكلمة العليا لله وبنهج رسول الله صلى الله عليه وسلم والله يا شباب لو شفنا بس الحبيب صلى الله عليه وسلم وهو يقرأ القرآن لو تشوف أسلوب الحبيب في قراءة القرآن صلى الله عليه وسلم لما تسمع والحبيب يقرأ القرآن سبحان الله لا يسلك إلا مسلك واحد ما له ثاني يعني ما بيكون في ضبابية في المشهد ومثل هاي الاختلافات اللي نشاهدها أخذ النصوص ووضعها في غير مواضحها وهذا يا شباب ما يميز الكتاب إنه يأتيك بالآيات والأحاديث منزلة بمواضحها التي يرتضيها الله ورسوله كأنها آنية حية ويأتيك بالأمور عن يقين واضح ويفلتر الأحداث والأقوال والأفعال ويفصل بينها برجد وهدي الحبيب صلى الله عليه وسلم خاصة يا شباب إنه أغلب ما يقال في الكتاب كمواضيع ليس متكلفة مش اجتهاد يعني تفكروا محب من المكلف وإنما يا شباب أغلب ما تسمعوا في حلقات الكتاب ومقاطع الكتاب هو برؤى واضحة أغلبها تراه واقعا منذ سنين وما زالت يا شباب للآن لهذه اللحظة اللي بتحدث فيها معكم متجددة بقوة لا يمكن ردها مثل يا شباب ما نشاهد الآن ولعلكم تشاهدوا أكثر مني في هذا أصبح كثير من العلماء والمحللين والشيوخ وخطباء مساجد أصبح الكتاب مصدرهم والمشكلة مش هون المشكلة إنهم لا يشيروا للكتاب وهذا نوع من سوء الأدب مع الحبيب صلى الله عليه وسلم يعني تستندوا للكتاب وجمل من الكتاب يعني مباشرة ولكن للأسف يا شباب كأنهم بخجلوا إنهم يحكوا إنه هذا الأمر من الكتاب وهذا في نوع مثل ما حكيت ليس سوء أدب اللي هو نفكر على المكلة أو الأشخاص هؤلاء نغيب عنهم هذا أمر الله ورسوله يا شباب ولكن في نوع من سوء الأدب إنه الحبيب من يقوم على هذا الأمر ولا نذكر مشروع الكتاب ومن هذه الأمثلة يا شباب خلينا نعرف قيمة هذا الأمر مثل الآن يا شباب ما الذي سيحدث الآن في المستقبل القريب كغيب أو البعيد كثير يتحدث في هذا الأمر فتجد قسمين من العلماء كل يستند على أدلة من القرآن والسنة مع العلم يا شباب خذوا هذه القاعدة حفظ الدليل لا يؤهلك للحديث والفتوى عن الله ورسوله إن لم يقرن أولا بالاتصال مع الله ورسوله بكثرة ذكر الله والتواصل مع الله ورسوله والأدب كحس معنوي ثم يتبع علم بشمولية المنهج الرباني ككل من سبب النزول والمقصد الشرعي وهذا كله يا شباب معروف لكبار علماء ولكن اللي غير معروف هو أن الله يجري الأحداث كما أخبر بقرآنه وكما أخبر برسوله بسنن ربانية مقرونة ومرهونة بنية وفعل عباده كقضاء وقضى بمعنى إن كان كذا فسوف يكون كذا وفوق ذلك يا شباب كله أن الله غالب على أمره فلا نتعامل مع الله كمادة أو سطور ليش يا شباب؟ لأن الله تعرفه من السدور لا من السطور يعني بيكونوا يجزموا عن رب العالمين بالعلم بهذه الأدلة وهذه الأدلة تحتاج لتعليم لتنزيلها حتى نعرف ما يحبه ويرتضيه الله ورسوله فتجد يا شباب في هذه المسألة الغيبية إيش واللي بده يحدث مثلا قريبا أو بعيدا وخاصة في هذه المجابهة وفي غزة القسم الأول يا شباب من بعض العلماء يقسم بجزم أننا انتصرنا وخاصة في غزة وهذه بداية نصر الأمة وبعضهم يأتي بعلامات أنها ظهرت كمقدمة لهذا ويسلطون الضوء على هذا فقط وهذا يا شباب هل إحنا منحكي غير صحيح؟ منحكي لا صحيح هذا ولكن يا شباب هل هو قاعدة يبنى عليها كمنهج الله ورسوله وما سيحدث؟ طبعا لا وأما القسم الثاني فبنلاقي أنه يتحدث بعض العلماء أنه علامات الساعة الصغرى كلها ظهرة وبقي الكبرى كمقدمة لقيام الساعة فنحن بانتظار عقوبة الله وخراب الدنيا نتقوم الساعة فمن الأصح في الفريقين وخاصة الكل له دليل من القرآن والسنة ولاحظوا هذا بكثرة يا شباب كثير بيجيبوا الأدلة وكثير صاروا يحكوا حتى أنه الملائكة نزلت في غزة وكل هذا هل في من الصحة؟ نعم في من الصحة وهل يستند إلى أدلة؟ نعم ولكن قاعدة سلوك ومنهج يعتمد عليها كأمر الله ورسوله يبني عليها المسلمين قطعا لا قولا واحدا وفصل خطاب يا شباب ليس يا شباب هذا كله؟ انتبهوا معاي هذا دائما ما نرى من اختلاف وضنون عندما نحكم على المشرع في ضوء التشريع وليس كما تعلمنا من الحبيب صلى الله عليه وسلم في مدرسة الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم أن نحكم على التشريع في ضوء المشرع كي لا نقع بسوء الأدب مع الله ورسوله نتعامل مع ربنا كمادة أو كسطور قيل كذا فانتهى المسألة دون النظر والعلم للمقرون وكيف يعمل القضاء والقضاء فمن نظر الرسول صلى الله عليه وسلم على أفعالنا الآن يا شباب نعلم أن النور هو الحاكم على الظلام فإن تمكن وظهر طلع الصباح وإن غاب واختفى ظهر الظلام كسنة إلهية ولن تجد لسنة الله تبديلا ولن تجد لسنة الله تحويلا ونقول أفي دار الخراب تظل تبني وتعمر لاهيا عما خلقت وما تركت لك الأيام عذرا لقد وعظتك لكن ما التعظ تنادي للرحيل بكل حين وتعلن إنما المقصود أنت وتسمعك النداء وأنت لاهم عن الداعي كأنك ما سمعت وتعلم أنه سفر بعيد وعن إعداد زاد قد غفلت تنام وطالب الأيام ساع وراءك لا ينام فكيف نمت يضيع العمر في لعب ولهو ولو أعطيت عقلا ما لعبت ولست بآمل ردا لدنيا فتعمل صالحا فيما تركت أيا قصن الشباب تميل زهوا كأنك قد مضى زمن وعشت علمت فدع سبيل الجهل وحضر وصحح قد علمته وما عملته ويا من يجمع الأموال قل لي أيمنعك الردى ما قد جمعت لا تهمل ولا تهمل فإن الوقت يسري فإن لم تغتنمه فقد أضعت ترى الأيام تبلي كل غصنة وتطوي من سرورك ما نشرت وتعلم أنما الدنيا منام فأحلى ما تكون إذا انتبهت فكيف تصد عن تحصيل باق وبالفاني وزغرفه شغلت هي الدنيا إذا سرتك يوما تسوءك ضعف ما فيها سررت تغرك كالسرابي فأنت تسري إليه وليس تشعره إن غررت واشهد كم أبادت من حبيب كأنك آمن ممن شهدت وتدفنه وترجع ذا سرورا بما قد نلت من إرث وحرث وتنساهم وأنت غدا ستفنى كأنك ما خلقت ولا وجدت تحدث عنهم وتقول كانوا نعم كانوا كما والله كنت حديثك هم وأنت غدا حديث لغيرهم فأحسن ما استطعت يعود المرء بعد الموت ذكرا فكن حسن الحديث إذا ذكرت سل الأيام عن عم وخال وما لك والسؤال وقد علمت يا شباب أمة الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم كفانا هزوا ولعبا تعالوا إلى الله وإن شاء الله سننتصر به اشتركوا في القناة ترجمة نانسي قنقر